بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة الوقف الاختياري وقد سبق لنا أن تحدثنا من أنواع الوقف الاختياري الوقف التام والوقف الكافي وأما الآن فنتكلم عن النوع الثالث وهو الوقف الحسن وتعريفه الوقف على ما تم معناه أي أعطاك معنا تاما وجملة مفيدة ولكنه تعلق بما بعده من ناحية اللفظ أي من ناحية الإعراب فللجملة التي وقفت عندها تتمات أيضا من ناحية اللفظ وأيضا تعلق بما بعده من ناحية المعنى فللجملة التي وقفت عندها معنا متمم لها هذا الوقف الحسن مثاله عندما تقرأ الحمد لله وتقف فهذه جملة تامة أعطتك معنا تاما ولكنها متعلقة بما بعدها من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى وبعدها كما قرأنا رب العالمين الحمد لله رب العالمين فرب صفة لله وهذا تعلق لفظي وكلمة رب العالمين أيضا متممة لمعنى الحمد لله فالله عز وجل هو رب العالمين ورب العالمين هو الله سبحانه وتعالى حكمه يحسن اللقوف عنده والبدء بما بعده إن استقام المعنى وهنا في الفاتحة يستقيم المعنى فيجوز أن يقرأ الحمد لله ثم يقرأ رب العالمين ثم يقرأ الرحمن الرحيم وليس بحاجة إلى أن يعود وإن عاد فأحسن إذن يحسن اللقوف عنده والبدء بما بعده إن استقام المعنى وإن لم يستقم فيرجع من حيث يستقيم المعنى مثل الوقوف عند قوله في سورة البقرة لعلكم تتفكرون فهذا وقف الحسن ثم بداية الآية بعدها في الدنيا والآخرة فالبدء هنا فيه بعض الملاحظات لأنه بدأ عند الجار والمجرور والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما من قوله تتفكرون في اللفظ والمعنى فيحسن أن تبدأ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة النوع الرابع من أنواع الوقف الاختياري وهو الوقف القبيح وتعريفه أن يقف على ما لم يتم معناه أي يعطيك معنى ناقصا مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد فيقف على كلمة الحمد ومعلوم أن كلمة الحمد مبتدأ له خبر والمبتدأ لا يعطيك معنى تاما وحده كذلك عندما يقف على قوله جنات تجري بقوله ويدخلهم جنات تجري ومعلوم أن تجري فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول به وجار ومجرور وفاعله يأتي بعده أما عندما تقف جنات تجري فيتوهم السامع أن الجنات أن الجنات هي التي تجري فهذا وقف قبيح ولكنه لم يعطيك معنى قبيحا إنما أعطاك معنى ناقصا مبتورا وأقبح منه الوقف الموهم خلاف مراد الله سبحانه كمن يقف عند قوله إن الله لا يستحيي فيقف على كلمة لا يستحيي ومعلوم ما في هذا اللفظ بهذا الوقف من قبح ظاهر وأقبح من كل قبيح الوقف على المنفي وبعده إثبات حيث أن هناك آيات في كتاب الله أتت فيها صيغة نفي وبعدها صيغة إثبات والله أراد الإثبات ولم يرد المنفي وحده من مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فالله عز وجل ذكر نفيا لا إله وذكر بعده إثباتا إلا الله ومعلوم أن مراد الله سبحانه بقوله لا إله إلا الله فلا يجوز أن يقف القارئ عند قوله فاعلم أنه لا إله وهذا واضح قبحه ومثله أن يقف على قوله تعالى وما أرسلناك من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لدينا في هذه المحاضرة تعقيب واحد يقول صاحب التحفة وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب أي هذه اللقوفات التي تكلمنا عنها ليس هناك في القرآن وقف واجب ولا وقف يحرم اللقوف عليه غير وقف له سبب معين كما مر معنا في قوله تعالى وما أرسلناك أو فاعلم أنه لا إله هذا التعقيب الأول والتعقيب الثاني يقولون إذا طال الوصل اغتفر الفصل أي إذا كانت الآية المقرؤة طويلة يضيق نفس القارئ عن استيعابها اغتفر للقارئ عند ذلك أن يقف عند مفاصلها لأنه لا يستطيع المواصلة الطويلة لذلك نسأل الله حسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر